رفض الجهاز الفاني لفريل إسماعيلي محاولات البعض التوسط إليهم لعودة محمد هاشم وأحمد محسن وباسم مرسي لاعب الفريل أول لكرة القدم للمشاركة في اللقاءات الرسمية المقبلة بالدور الممتاز حتى نهاية الموسم بعد خروجهم نهائيا من حسابات الجهاز الفاني للدرويش وكان أهاب جلال المدير الفاني الإسماعيلي قد تشاور مع علابو جريشا رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان فيما يخص أعضاء الفريق محمد هاشم بعد أن وقع رسميا للمصري وحصل على مقدم التعاقد ورفض السناء أحمد محسن وباسم مرسي الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وأنهم أصبحوا خارج حساباته للاستعانة بجهدهم في مباراة الفريق بالمسابقة المحلية حتى نهاية الموسم حيث سمح لهم بالمران منفردين مع بعض الوجوه الصاعدة نظرا لفقدانهم التركيز والاهتمام بتطوير أنفسهم وتجد الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيل عرضوا على محمد هاشم تجديد تعاقده نظير ثلاثة ملايين جنيه للموسم الواحد بموايزات تضمن تأمين مستقبله ولكنه رفض ووقع للمصر البورسعيدي ثلاث مواسم مقابل خمسة ملايين جنيه للموسم الواحد أما السنائي أحمد محسن وباسم مرسم ما زال لديهم موسم آخر لانتهاء ارتبطهم بالنادي الإسماعيل ترجمة نانسي قنقر